اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيستقر عند كراءة معينة. معنى الكلام ده ان المؤشر بتاع الجلفانو بيستقر عند كراءة معينة لما يتساوي عزم الازدواج المغناطيسي مع عزم ازدواج اللاي بتاع ملفين الزمروكين والاتنين لو متساويين وهم اصلا عكس بعض يبقى اصبح محصرتهم بتكون بسفر. يبقى محصرة عزم الازدواج المؤثر على منافج جلفانو لما المؤشر يستقر عند كراءة معينة هتكون بسفر عشان تاعتها عزم الازدواج المغناطيسي بيساوي ويضاد عزم سدواج اللي السؤال اللي بعده بيقول لي إذا انحرف مؤشر الجيلفانو زاوية مقدارها 50 درجة عند مرور طيار شدته 500 ميكرو أمبير فإن حاسية الجيلفانو متر تساوي نقط درجة لكل ميكرو أمبير عايز يحسب الحاسية بتاع الجيلفانو طبعا أنتو عارفين أن الحاسية بتاع الجيلفانو متر بتساوي سيتا على قوي اللي هي مقدار زاوية انحراف مؤشر الجيلفانو عن وضع صفر لما يمروا في طيار قيمته الوحدة السيتا قيمته الزاوية قال لي في السؤال أن هي 50 درجة الزاوية ب50 على الطيار اللي هيمر في الجهاز قد إيه 500 ميكرو أمبير الطيار ب500 ميكرو أمبير مش هحوله ليه مش هحوله عشان هو عايز الحاسية بالديجري لكل ميكرو أمبير أسبة زي ما هي اسمتهم تطلع واحد من عشرة ديجري لكل ميكرو أمبير دي الحاسية بتاع الجيلفانو سؤال سهل وبسيط السؤال اللي بعده بقول لي يتكون تدريج جيلفانو متر حساس من 20 قسم عدل أقسام بتاع الجهاز 20 قسم يعني إن عدل أقسام بتسوي 20 يعني حرف مؤشره إلى منتصف التدريج هينحرف بس نص التدريج يعني هينحرف 10 أقسام بس من 20 عند مرور طيار كهرابي شدته 1 من 10 ميلي أمبير ده الشدة بتاع الطيار اللي هتمر في الجهاز عايز يحسب حاسية الجهاز أو عايز يحسب حاسية القسم الواحد من أقسام الجهاز ده طبعاً انتو عارفين إن شدة الطيار اللي بتمر في ملف الجيلفانو متر بتساوي عادل أقسام بتاع الجهاز في حاسية القسم الواحد أو بيسموها دلالة القسم الواحد ده اسمه أضك شوية يبقى شدة الطيار عادل أقسام في حاسية القسم هو عايز يحسب حاسية القسم الواحد حاسية القسم الواحد بتساوي شدة الطيار على عادل أقسام هقسم على أني يما تاني الشدة بتاع الطيار عندي بكام؟ والله شدة الطيار مدهالي في السؤال بواحد من 10 ميلي أمبير يبقى الآي بواحد من عشر ميلي يعني هدرب في عشرة سالب تلاتة عشان أحول من ميلي أمبير للأمبير على عادة الأقسام هم عشرين قسم بس تخد بالك هو مش نحرفهم كلهم انحرف نص التدريج اللي هو ما كان عشر أقسام بس يبقى أنه بعشرة اسمتهم تطلع معايا عشرة أستسالب خمسة أمبير لكل قسم بس نما بص في الاختيارات هلاقيه طالب بالمايكرو أمبير لكل قسم مش بالأمبير لكل قسم عشان أحول من الأمبير للميكرو أمبير يعني بالكبير للصغير هدرب في عشرة قسم موجة بستة يبقى أنا هاخد العشرة سالب خمسة داي أدربها في عشرة قسم ستة يطلع الناتج عشرة مايكرو أمبير لكل قسم دي سمع حسية القسم الواحد أو دلات القسم الواحد يبقى الناتج الصح هيكون عشرة مايكرو أمبير لكل قسم طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أي من الأشكال البانية التالية يعبر عن العلاقة بين الزاوية سي تلاتة ينحرف بها مؤشر الجيلفانو بالنسبة الوضع الصفر وعاز من ازدواج المؤثر على منف الجيلفانو متر والناشئ عن مرور طيار مستمرة فيه عايز العلاقة بين زاوية انحرف ومؤشر وعاز من ازدواج بصوا بالترتيب كده الجهاز ده التدريج بتاع الجيلفانو متر والمؤشر بتاع التدريج بيكون واقف عند الصفر في حالة عدم مرور طيارة مرر في الجهاز طيار في المؤشر انحرف عن وضع الصفر ومثلا وقف عند قيمة طيار واحد أمبير وانحرف عن الصفر مثلا بزاوية عشرة اللي هي اتمثل السيتا اللي هي زاوية الحراف المؤشر عن وضع السفر لو انا قمت مرر طيار اكبر من 1 امبير مثلا 2 امبير لما زاوض الطيار اللي يمره في الجهاز هو الجهاز شغال فكرة عزب نزدواك تاوي بتسوق B-N-Sine-Sita B-I-F-N-Sine-Sita العزب والطيار بيت نسبه تردي مع بعض لما زاوض الطيار هزاوض العزب ولما زاوض الطيار مثلا بقى 2 امبير إيه اللي يحصل لزاوية انحراف المؤشر عن وضع السفر بقت كبيرة خالص هاي الزاوية بتزيد معنى الكلام ده إن زاوية انحراف المؤشر عن وضع السفر بتكون طردي مع الطيار اللي هيمر في الجهاز والطيار اللي هيمر في الجهاز بيكون طردي مع عزم النزدواج لو سقطت الطيار من النص هيبقى لإن الزاوية والعزم بيتنازم مع بعض طردي فلما رسمع العاقة بيانية ما بين الزاوية والعزم هيكون التناسب طردي خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل يبقى الشكل الصحي بتاع الموضوع هو الشكل رقم B السؤال رقم 5 بيقول لي عند مرور طيار كهرابي متردد التردد بتاعه منخفض في جهاز الجيلفرومتر فإنه مؤشر الجيلفرومتر نقط لما مر في الجهاز طيار متردد منخفض التردد بصوا الحالتين اللي اتنين هم بس تركزوا فيه هذه التدريج بتاع الجيلفرومتر ود الصفر بتاعه ود المؤشر وافع عند الصفر هدخل الجهاز ده طيار متردد الطيار المتردد نوعين أول من الطيار المتردد لما رسم علاقة من تغير الطيار مع الزمن بيكون شكله عمل كده طيار متغير شدة واتجاه متغير شدة بيزيد وبيقل وبيزيد في عكس الاتجاه وبيقل متغير الاتجاه شوية بيكون موجب وشوية بيكون سان الرد فعل الجيلفرومتر لما دخله طيار متردد ضعيف التردد ولما دخلوا طيار متردد عالي التردد إيه الفرق بين الطيار المتردد الضعيف والطيار المتردد العالي بصوا كده بشكل بسيط خالص مصر كلها شغلة بالطيار المتردد التردد بتاع الطيار في مصر F بيساوي 50 هرتز يعني اللمبة اللي عندك في البيت اللي انت قاعد في النور بتاعها شغلة بالطيار المتردد اللمبة شغلة بالطيار المتردد أيوة بالطيار المتردد ألا إزاي ده الطيار عمري يزيد ويقل ويزيد ويقل وده سعب بيوصل للصفر كمان بس اللمبة اللي في السقف دي إضاعتها سابتة لا بتزيد ولا بتقل ولا حتى بتنطفي إزاي باقي عام شغال بالتالي المتردد هقولك إزاي اللمبة اللي عندك في البيت دي اللي في السقف دي بتنطفي وكل حاجة طب بتنطفي إزاي بتنطفي اسمع بس اللمبة دي بتنطفي عدد مرات في الثانية لا قدي إيه المرات دي بص يا سيدي فيه كنوا عندك في البيت التالي قدام شوية بيقولك إن F في T زائد واحد 2F في T زائد واحد بتمثل عدد مرات وصله التالي للصفر لو عوضت في القانون إنت عندك في مصر التردد بخمسين عوض كده 2 في خمسين في السنية الوحدة اللي هي واحد زائد واحد تطلع اللمبة بتنطفي 101 مرة في السنية اللمبة اللي عندك في البيت بتنطفي 101 مرة في السنية مش بتلاحظ الكلام ده ليه أصل التغار بيكون سريع فمش بتلاحظه طب لو كان التردد بتاع التالي في مصر F مثلا كان بيساوي واحد هرتز وعايز تحسب عدد مرات وصله التالي للصفر عوض في نفس القانون ده يبقى 2 في التردد واحد الزائد واحد زائد واحد يطلع الثلاث مرات اللمبة بتنطفي ثلاث مرات في السنية ده ممكن نشوفه ده أصل التغار بيكون بطيء أنا عايز بس أوضح لك الفرق بين التردد العالي والتردد الضعيف الفكرة كلها في التغير في العالي التغار بيكون سريع بوصل للصفر عدد مرات كتير في الثانية لكن في التردد ضعيف بوصل عدد صغير طب برضو قد فعل الجيلفانو عالكلام ده إيه بص يا سيدي المؤشر بتاع الجيلفانو هو وقف فين وقف عند السفر مستنى الطيار لما أنا دخلت للجيلفانو طيار متردد تردده بتاعه ضعيف وليكن مثلا واحد هرتز الواحد هرتز ده بيعدى عالصفر كم مرة في الثانية ثلاث مرات المؤشر أهو مستقر عند السفر الأول الطيار كان سفر ويحصل للطيار امشي مع الطير كده هتلاقي بيزيد المؤشر يتحرك معي وبعدين يرجع يقل ويرجع للسفر أهو وبعدين يرجع يزيد في عكس الاتجاه تحت يروح اليمة التانية ويرجع يقل لي وصل للسفر ويروح للسفر يفضل المؤشر عمالي يعمل لك كده يتزبزب على يمين وشمال السفر مش هيستقر عند قراءة معينة وبعدين يبقى الكلام ده بيحصل لو كان الترد ضعيف يفضل يتزبزب والمؤشر ده هيعدى على السفر كان مرة ثلاث مرات في الثانية لو التردد كان واحد هرتز طيب لو انا موصل طيار متردد عائل التردد بقى خمسين هرتز مطلوب من المؤشر ده انه هو يعدي على السفر مية واحد مرة في الثانية المؤشر وقف عند السفر مستنى الطيار الطيار بتغير بشكل سريع جدا المؤشر مش هيلحق يستجيب معاه عشان يتغير معاه بالسرعة بتاعته وبالتالي المؤشر بيرايح دماغه وبيستقر عنده سفر ومش هيستجيب يبقى انت عندك نعم الطيار المتردد لو الطيار متردد ضعيف التردد يبقى المؤشر هيتزبزب على يمين وشمال السفر ومش هيستقر عند كلها معينة طيب لو على التردد هيستقر عنده سفر ومش هيستجيب للطيار السريع بتاع الطيار مش هيلحق يروح معاه طيب السؤال بتاعنا انه نرجع له تاني السؤال بيقول لي ايه عند مرور طيار مترد ضعيف التردد او منخفض التردد في جهاز الجيلفانومتر فإن مؤشر الجيلفانومتر نقط إن مؤشر بيت زبزب هينحرف على يمين وشمال الصفر ومش هيستقر عن كراءة معينة يبقى جيم ينحرف على يمين ويصار صفر تدريجه طيب السؤال اللي بعده السؤال بقول لي عند مرور طيار كهرابي مستمر شدته عالية بملف الجيلفانومتر فإن طبعا إنتوا عارفين حضراتكم إن الجيلفانو بيقيس طيار مستمر ضعيف مش بيقيس طيار مستمر عالي ليه الجيلفانو مش بيقيس طيار مستمر عالي والله في مشكلتين بيعملهم الطيار المستمر العالي المشكلة الأولية إن الطيار المستمر بشكل عام بيكله أثر حراري فالطيار لو مستمر عالي السلك بتاع الجهاز بيكون رفاع جدا شبه الخير بالزبط لو السلك ده مر في طيار عالي مستمر هيسخن وممكن يسيح أو ينصار كده الجهاز بوز طب والحالة التانية لو الطيار العالي محرقش الجهاز او محرقش ملف الجهاز ممكن يعمل مشكلة تانية انتو عارفين ان العزم والطيار بتنزبوا طرد مع بعض فلو مر طيار عالي هيولد عزم كبير ولو ولد عزم كبير السرعة بتاع الدوران هتكون كبيرة ولو السرعة بتاع الدوران بقت كبيرة يحصل ايه اكد ان الجياب الخلاط بتاع بدكو وحطو ومشغلو على اعلى سرعة وسبتو يفضل في مكانو لا بيقعد يتهز عشان كده لازم نسيكو بيتانا من فوق عشان ما يقعش نفس الكلام بالضبط الجهاز لو ضربه سرعة كبيرة هيتهز ولو هيتهز الجهاز اثناء الحرقة هيكسر او هيكسر حوامل العقيق ولو كسر حوامل كده الجهاز بيبوز ويحصل خلل في ملف بتاعك او خلل في نظام تعليق ملف يعني بمعنى صحة التجارة المستمر العالي بيعمل لك مشكلتين المشكلة الاولية اللي بيولد عزم مزدواك كبير بيزود السرعة بتاع الدوران فممكن يعمل خلل في نظام تعليق ملف او المشكلة التانية بيولد حرارة عالية ممكن تحرق ملف الجهاز هتدور في الاختيارات هتلي بيقولك ايه في جيم تولد حرارة عالية قد تؤدي الى ايه الى اقتلف الجهاز طيب السؤال اللي بعده بقول لي جيل فانومتر إذا ملف متحرك ينحرف مؤشره الى نص التدريج عند مرور طيار شدته 200 ميكرو أمبيل المؤشر بينحرف للنص لما يمر طيار 200 يبقى ينحرف للنهاية امتى اكيد لما يمر طيار 400 هو نص التدريج كم متين يبقى اخر 400 فان عادة الاقسام بتاع التدريج جيل فانو اذا علمت ان دلالة القسم الواحد بتسوي 8 ممية يبقى انت الآن معاك معلومتين معاك الطيار الكل اللي هيمر في الجهاز اللي يخلى المؤشر روح عند اقصى التدريج قلنا 400 كله ميكرو أمبير ومعاك دلالة القسم الواحد من الاقسام بتسوي 8 ممية وعايز يحسب هو عادة الاقسام كم قسم طيب بص معاك القانون خدنا من شوية شدة الطيار بتسوي عادة الاقسام في دلالة القسم الواحد يبقى عادة الاقسام هتسوي شدة الطيار على دلالة القسم ان هتسوي اي على دلالة القسم الشدة بتاع الطيار بتاعتك بكام 400 ميكرو أضرب 10 سالب 6 دلالة القسم بكام قال لي 8 ممية بس اخد بالك وقالك في السؤال 8 ممية ميلي أمبير يعني احاول انا بعوط اه دي 8 ممية ميلي أضرب 10 سالب 3 يطلع اسمتهم خمس اقسام يطلعوا خمس اقسام من اقسام الجهاز قادي السؤال بسيط خالص هاي يطلع خمسة السؤال رقم تمانية بيقول لي يكون عزم الازدواج المغناطيس المؤثر على ملف في الجلفانو عند مرور طيار قهربي فيه دائما هو انا بيسألك عن عزم الازدواج المغناطيس المؤثر على ملف اللوة تاو بتسوي بيان ساينسيت اللوة بيف اي في اف ان ساينسيت العزم دائما المؤثر على ملف الجلفانو تاو بيساوي بي اي اي ان ساين تسعين يعني الزاوية المحصورة بين مستوى ملف والعمودي على المجال بتكون دائما تسعين درجة طبعا اكيد انت عارف ليه عشان انت بتستخدم اقطاب مغناطيسية مقعرة لما تستعمل اقطاب مغناطيسية مقعرة بالشكل ده لو الكوطبين مقعرين ادي الكوطبين و ادي الكوطب اس هيكون شكل الفيت بين الاقطاب على هيئة اكتار او انصف اكتار بالشكل ده وبالتالي مستوى ملف بيكون دايما اثناء الدوران بيكون موازن المجال يعني مستوى ملف لو كان في الوضع ده هيكون موازن المجال ولو كان في الوضع ده هيكون موازن المجال ولو كان في الوضع ده هيكون موازن المجال يبقى مستوى ملف دايما موازن المجال يبقى الزاوية دايما هتكون كأيام تسعين درجة السؤال اللي بعضه بولج الفانومتر تدريجه مقسم الى عشرين قسم الجهاز مكون من عشرين قسم عاد الأقسام بعشرين حسية الكسم الواحد 200 مايكرو أمبير آدي دلالة أو حسية الكسم عايش شدة طيار اللازم لكي نحايف مؤشر الجهاز إلى نص التدريج هنحل لها جنبها الشدة بتاع الطيار آي بتساوي عاد الأقسام كام 20 لا هو قالك انحرف إلى نص التدريج يبقى عشرة في كل كسم بكام 200 مايكرو 200 فعشرة أسسالة بستة هيطلع النتج معاك باتنين من ألف أمبير اللي هي رقم به سؤال بسيط السؤال اللي بعده بيقول لي جيلفينومتر مساحة مقطع ملفه بتساوي 6 سنتيمتر مربع المساحة اللي هي الاريا اللي هي الاي 6 سنتيمتر مربع عاد لفات الملف 600 لفة إن عاد اللفات 600 لفة معلق في مجال مغناطيسي كسفته البي بتاعتك بتساوي واحد من عشرة تسلة عايز شدة الطيار عايز الاي اللازم لتولد عزم ازدواك قدره اللي هو التاو بيساوي 432 عشرة سالب 3 نيوتن في متر عايز يحسب الشدة بتاعة الطيار عايز الاي طيب ركز معي هم مش بديك العزم التاو بتساوي بيان بي اي اي ان سين سيتا انت عايز مين؟ عايز الطيار لوحده اي دي الاي هو لوحده يبقى انت لازم تقسم على اللي جنبه اليمة التانية من اليمة التانية في البسط؟ تاو سيبه زي ما هو طيب واللي جنب الطيار البي والاي والإي والإن والصين اقسم على اللي جنبات التانية عوض التاو 432 فعشرة سالب 3 على كسفت الفيد معاك معطى بواحد من عشرة في المساحة 6 فعشرة سالب 4 عشان 6 سنتيمتر مربع في عاد اللفات 600 لفة فيه ساين سيتا لسه اقيل لك من شوية ان في الجيلفانومتر بنستعمل اكتاب مكعر لو خدت بالك في الرسم من تحت دايات يعني بيكون مستوى بلافة دايما موازي يعني زاو دايما 90 وساين 90 بكام بواحد هتستعمل أقل حسبة هيطلع معاك الطيار بـ 12 من 100 أمبير قادي قيمة الطيار يبقى الناتج يطلع بـ 12 من 100 أمبير طيب السؤال اللي بعده بولي جيلفانومتر حساس قاعد لفاته 1200 لفة قاعد اللفات اللي هي N بتاعتك بـ 1200 لفة مساحة وجه اللفة الواحدة اللي هي الإرية اللي هي الإي 3 سنتيمتر مربع يدور في مجال مهناطيسي منتظم كسافته 1 من 100 تسلا البي بتاعتك بتساوي 1 من 100 تسلا عند امرار طيار شدته 1 ميلي أمبير الآي بتاعك بـ 1 ميلي أمبير في ملف الجيلفانومتر انحرف مؤشر الجيلفانو عن وضع صفر بزاوية 45 سيتا زاوية انحرف عن الصفر بتاع التدريج كبتساوي 45 درجة عايز يحسب عزم الازدواج المؤثر على ملف الجيلفانومتر وعزم اللي في ملفين الزومبروكيين عن توقف ملف الجيلفانومتر عايز عزم الازدواج المعناطيسي وعايز عزم ازدواج اللي بتاع ملفين الزومبروكيين طيب العزم تاو بتساوي بيان زي ما قلنا من شوية تعود البي كسفت الفيد المغناطيسي بواحد من مية في الطيار معك واحد ميلي أمبير واحد عشر سليب ثلاثة في المساحة معك تلاتة سنتيمتون مربع تلاتة عشر سليب أربعة في عاد اللفات معك الف ومتين في صين الزاوية لسه إلنا من شوية بيكون دايما موازي صين سين بواحد لا أمال إيه الزاوية دي؟ لا ما لكش دعب دي دي زاوية انحراف مؤشر الجهاز عن وضع الصفر الزاوية سيتا اللي مؤشر بيها بينحرف عن وضع الصفر لحنا قلنا من شوية زي دي كده المؤشر انحراف عن وضع الصفر مثلا بزاوية عشرة دي ملهاش دعوة أنا عايز الزاوية المحصورة بالمستوى ملفه والعمودي على المجال بتكون دايما تسعين لإن بستعمل أقطاب مقعرة هيطلع النتج معك تلاتة وستة من عشرة فعشرة وستسالة بستة نيوتن في متر ده قيمة عزم الازدواج المعناطيسي لو تاو طب وعزم ازدواج اللي ما هم الاتنين متساوين بقى مش عشان الجهاز المؤشر يستقر عند قراءة معينة بيتساوى عزم الازدواج المعناطيسي مع عزم ازدواج اللي أصبح هم الاتنين نفس الناتج يباري اختار الصح لاختيار رقم به طيب السؤال اللي بعده في جهاز الأميتر نركز كده السؤال الاولاني بيقول لي كلما نقصت قيمة مجمومة مجزء الطيار المتصل بالجيلفانومتر فقالنا حسيت الجهاز الأميتر نقط لما نقص المجزء ايه اللي يحصل الحسين طبعا تعرفين الكنومة تالح حسينة بتاع الأميتر اللي هو IG على I بيساوي RS على RS زائد RG بما ان RG منقدار ثابت الجيلفانو بتكون مجموماته ثابت ما بتغيرش انا بستعمل نفس الجيلفانو يبقى RG سابتا يبقى أصبح الحسية هتوقف على مين على RS هو بيقول لي بقى لما نقص RS طب ركز RS بالترتيب كده لو قلت ايه اللي يحصل المقاومة كلية بتاع الجهاز RS متوصلة توازي مع الجيلفانو هتقل هتنقص المقاومة كلية فاي اللي يحصل للترتيب كلي الطيره كل هيزيد الجهاز يقص طيارات عالية ولو الجهاز بيقص طيارة عالي بقى مش هيحس بالترتيب يبقى الحسية بتقل معنى الكلام ده وانت بتنقص مقاومة المجزء الحسية يحصل لها ايه بتقل حط في دماءك دايما كده وانت بتذكر ان دايما الطيار بيكون عكس الحسسية يعني الجهاز طول ما بيقص طيارة عالي مش هيحس بالترتيب دول بيتناسبوا مع بعض عكسه هوت معنى الكلام ده ان انت وانت بتنقص قيمة مقاومة المجزء بتقللها ايه اللي يحصل حاسية الجهاز بتقلم السؤال اللي بعده بيقول لي النسبة بين مقاومة مجزء الطيار الى مقاومة الاميتر ككل نقطة الواحد النسبة بين مقاومة المجزء لمقاومة الاميتر بصوا معايا الجهاز الاميتر بيتكون من جلبانه مقاومة ملفه RG بيتحمل طيار اقصاه IG قمت موصل بين ترفيع التوازي مجزء طيار RS بيسحب جزء من طيار IS وقسعتها الاميتر بيقص طيارات اقصاه وبعدين عايزين نردت مقاومة الجهاز الجهاز فيه كم مقاومة فيه ثلاث مقاومة اللي ده اتنين بس لأ فيه RG وفيه RS وفيه R total اللي هي التوازي بتاحهم اللي هي RGRS على RG زائد RS طيب عايزين نرتبه من كيول الصغير من اكبر واحدة هنا هو عتقول R total اصلا توصيل توازي اكبر واحدة RG وبعدها RS وبعدها R total اللي هي مقاومة الاميتر ليه بقى الكلام ده اصلا المقاومة الكلية في التوازي بتكون اصغر من اصغر مقاومة ولازم RS تكون صغيرة عشان تسحب الجزء الاكبر من الطيار عشان تحمي الجهاز من التلف فاكبر واحدة هي RG فهوه السؤال هنا بيقولك اي بقى النسبة من مقاومة مقاومة مجزء الطيار الى مقاومة الاميتر مقاومة المجزء اللي هي RS الى مقاومة الاميتر R total انت عارف من مقاومة المجزء اكبر من مقاومة الاميتر فلما اقسم التبير على الصغيرة لعنسبة ايه اكبر من واحد الصحيح طيب السؤال اللي بعده 14 بقول لي جيلفانو متر زو ملف متحرك ينحرف مؤشره الى نهاية تدريجه عند مرور طيار قيمته I جيلفانو زو ملف متحرك المؤشر بنحرف نهاية التدريج لما يمر في طيار I يعني IG بتاع الجيلفانو بيساوي I وبعدين وصله مع ملف مقاومة 12 او مع التوازي ده اللي هي RS المجزء فانحرف مؤشر الجهاز الى خمس تدريجه لما يمر فيه نفس الطيار الجهاز اللي هو الاميتر بقى جديد مر فيه نفس الطيار اللي هو ال I فالجيلفانو مر فيه خمس الطيار خمس اي IG بتسوي خمس اي عايز قيمة الRG ليه مقاومة الجيلفانو متر تعالي نمشي بالترتيب لو جيت اسمت IG على I من القانون اللي فوق ده IG على I بقى لك ايه خمس وIG على I دي بتمثل القانون بتاع الحساسية IG على I بتسوي RS اللي هي ب12 على RS اللي هي ب12 زياد RG اللي انت عايزها لما ادرب طرفين في وسطين خمسة في اتناشر بستين بتساوي واحد في اتناشر باتناشر واحد في RG بRG لما ودي بإشارة مخالفة لتناشر يطلع RG بتساوي ستين على ستناشر تطلع الناتج تمانية واربعين قوم طبعا احنا هنا استخدمنا القانون بتاع الحساسية لو انت مش عارفو اللي هو IG على I بتساوي RS على RS زياد RG ادي القانون بتاع الحساسية احنا استعملنا هنا وكان معايا قيمة RS فوق اهيات كانت ب12 ده سؤال بسيط برضه طلعت قيمة RG ب48 السؤال اللي بعده 15 بيقول لي كلما قلت قيمة مقاومة مجزئ الطيار بالاميتر كلما لما قلت قيمة المقاومة بتاع المجزئ بتاع الطيار بص مقاومة المجزئ لو قلت بتأثر في ايه كلهم بالترتيب ونشوف مين فهم صحف الاختيارات لو انا نقصت الRS المقاومة الكلية بتاع الاميتر بتقل طيب اتارك كل الجهاز بيقيسه هيزيد هيستيرات اكبر الحسية بتاع الجهاز بتقل عشان مش يحس بالطيار الضعيف والدقة بتاع الجهاز تزداد قال له ايه الدقة دي الدقة معانا ان الجهاز يقيس طيارات اقرب لقيمتها الصحة اصل خد بالك ان الاميتر ده بيعمل لك مشكلة لما توصله في الدايرة الكهربية ايه المشكلة؟ ان الجهاز ده لما توصل في الدايرة الكهربية على التوالي مقاومته بتنضاف لمقاومة الدايرة فبتزود المقاومة الكلية فبتنقص الطيار فبتعمل لك خطأ في القراءة لو انت مسلا كان طيار ده لتنين قبل ما توصل الجهاز ووصلته بقى واحد يامل خطأ واحد او طب والحل ايه؟ لازم تكون مقاومة الجهاز صغيرة يعني مالك تetin ده طيب ما انت عمل تناقص اور اس وبتناقص المقاومة كلية بتاع الجهاز الجهاز هيقيس طيارات بمنطقة دقة زيت طب طب تعمل اندار في الدايرة كده بولة كلما اقلت قيمة مقاومة مجزق الطيار في الاميتر كلما هو مقاومة مجزق الطيار قلت هتعمل له كيف الدقة بتاع الجهاز تزودها لو دورت هتلال الادار اختيار رقم دي للدقة بتاع الجهاز بتزيد طيب السؤال اللي بعده بولا اميتر يحتوي على مجزق طيار مقامته أصغر من مقامة الجيلفانو في مقامة مجزئ طيار أصغر من مقامة الجيلفانو يعني إزاي مثلا آدي الجيلفانومتر مقامة ملفه RG ومعه كمان في أميتر مقامة ملفه RS افرد مثلا أن RG بستة وRS بثلاثة قالك أن مقامة الجيلفانومتر أكبر من مقامة المجزئ إرى السؤال تاني يقولك أميتر احتوى على مجزئ طيار مقامته أصغر من مقامة الجيلفانو أهو مقامة المجزئ أصغر من الجيلفانو وبعدين وصلت لك عربية فانحرف مؤشره أن هيتدري يعني مر في الجيلفانو أقصى طيار بيستحمله ماذا يحدث إذا زادت مقامة مجزئ الطيار لتصبح أكبر من مقامة الجيلفانو مر نفس الطيار لو أنت فرضت في الأول كده أن الطيار بتاعك دهو مثلا يعني كان 6 أمبير التالي خش يتجزئ بنسب عكسية تحت هيمر 4 أمبير وفوق هيمر 2 أمبير عشان التناسب بين I و R تناسب عكسي طيب دي الحالة الأولية الحالة التانية لو أنت زودت مقامة المجزئ بقت أكبر من الجيلفانو يعني مثلا بقت 12 التالي خش يتجزئ تاني الـ 12 والـ 6 هيمر تحت 2 أمبير وهيمر فوق 4 أمبير أصل التالي بيخش يتجزئ بنسب عكسية المقامة تحت بقت ضعف المقامة فوق يبقى الطيار فوق ده فتحت يبقى إيه اللي حصل للطيار المر في ملف الجيلفانو كان بـ 2 قبل وبعد بقى بـ 4 يبقى زاد وبالتالي حرف مؤشر الجهاز بيزيد طعا ندور كده يعني حرف مؤشر الجيلفانو في عكس الاتجاه مالهاش دعوة دي اللي بتحكم في اتجاه الحرف واتجاه الطيار تقل حسيت الجيلفانو بدرها كبيرة الحسية بتاع الجهاز هتقل بدرها كبيرة والله الحسية بتكون طاردة مع R-S وانت زودت R-S هتزيد مش هتقل يقل تأثير مقامة الأميتر على الطيار في الدائرة لا مش هيقل والحاجة ده هيزيد يعني إيه حتة الأخير دي عشان تفهمها يعني الجهاز دي لما توصله في الدائرة مش هيأثر على مقامة كلية بالعكس تزودت R-S يبقى تزود المقامة كلية بتاعته فبيأثر على مقامة كلية بتاعت دي ريعمل خطأ في القياس يمر في الجيلفانو طيار أكبر من قراءة نايتا ديجو أيوه هو ده اللي حصل مر في الجيلفانو أكبر كانت نين بأربعة أكبر من اللي هو بيقيسه طيب السؤال اللي بعد كده سبعتاشر بيقول لي إذا كانت النسبة بين مقامة الأميتر ومقامة الجيلفانو هي واحد على عشر ميديك النسبة بين مقامة الأميتر اللي هي R-Total لمقامة الجيلفانو اللي هي R-G بتساوي واحد على عشر وطالب منك النسبة بين مقامة المجزق ومقامة الجيلفانو تعال نركز كده بالراحة وبالترتيب فك مقامة الأميتر عبرها مقامتين توازي اللي هي R-G-R-S على R-G-Z-R-S مضروبة تحت في المقام في كام مضروبة تحت في المقام في R-G هي تحت R-G وبعدين هتساويها بكام بواحد على عشرة ما تشيل R-G مع R-G هيبقى لك R-S على R-G زائد R-S بتساوي كام واحد على عشرة ما تعمل مقص كده يبقى عشرة R-S بتساوي اليمة التانية R-G زائد R-S ما تود ال-R-S بإشارة مخالفة كده يطلع لك 9 R-S بتساوي R-G طب ما تقس مع التسع اليمة التانية وهات R-G تحت اليمة دي يبقى R-S هات R-G وما ترجعش بيتك فاضية روح ود التسعة هناك في المقام يبقى R-S على R-G بتساوي واحد على تسعة يطلع النسبة بين مقاومة المجزق إلى مقاومة الجيلفانو بتساوي واحد على تسعة الاختيار رقم دي في السؤال اللي بعده بيقول جيلفانومتر مقاومة ملف R-G بتاع الجيلفانومتر بتساوي R في أن مقاومة مجزق الطيار التي تجعل حاسية الجيلفانو تقل للربعة الحاساسية اللي هي I-G على I بقت ربعة عايز يحسب مقاومة المجزق ال-R-S اكتب القناومة بتاع الحاساسية I-G على I بيساوي R-S على R-S زائد R-G طب ما تعود طب ما تعود في حتة الفضية دي I-G على I عندك بربعة بتساوي R-S انت عايزها على R-S انت عايزها زائد R-G قالك أن هي بR فوق وبعدين ارى بطرفين فوسطين 4 R-S كده هتساوي 1 في R-S بR-S زائد 1 في 4 R-S ودي R-S بشارة مخالفة يبقى 3 R-S بتساوي R وبعدين انت عايز R-S بس X مع 3 يطلع R-S بتساوي R على 3 3 ادي ادي قيمة R-S ايه لاختيار رقم 4 3 كل اللي عملته بكتب القانون بتاع الحسية وبحط مكانها ربع ودرب طرفين فوسطين طيب السؤال رقم 19 جيلفانومترا حساس مقامة ملفه 6 اوم R-G بتاع الجهاز بتساوي 6 وصل لمجز الطيار R-S اللي تحويله الى اميتر والشكل البياني المقابل بيمثل العلاقة بين قراءة جهاز الاميتر اللي هو I على محور الصاد واقصى طيار بتاع جيلفانوم IG على محور C تقيم قيمة مقامة مجز الطيار عايز R-S R-S انت عارف القانون بتاعها بتساوي IG فR-G على I ناقص IG هتساوي IG عندك اختار اي كمه من على الرسم نص مثلا ايه دي نص في الR-G بكم معك فوق بستة اهي معطى على والله النص ده بتاع الIG بيقابل كم I على محور الصاد اتنين اتنين ناقص IG بن نص حاصل دربوم اهي حاسب يطلع معك باتنين اوم تطلع قيمة الR-S على طول هيد باتنين اوم برضو مسئلة مباشرة مفعش مشكلة السؤال رقم 20 بيقول في الشكل المقابل عند غلق المفتاح K تقل حسية الجهاز الى نقطة بص كده والمفتاح مفتوح الجهاز عبارة عن جيل الحسية بتاع باميتر IG على I بتساوي RS على RS زاد RG واناها كتير طب RS عندك هنا في الشكل بكام اهي باتنين من عشر R على RS باتنين من عشر R زاد RG عندك فوق بR البسط فيه اتنين من عشر R والمقام فيه اتنين من عشر زاد واحد بواحد واتنين من عشر R هتشيل R مع R هيبقى لك اتنين من عشر على واحد واتنين من عشر لاحظ بيطلع النسبة بسوتس يبقى الحسية بتاع الجهاز هتقل للسوتس هنقف لحد السؤال رقم عشرين وهنكمل بالأسئلة او بالأسئلة بعد من ان شاء الله في الفيديو الجاي اتمنى تكون مساءل في انتوها وانت بتذكر وتحل كده واحدة واحدة جمع قوانين فرق معك كده جمك وابدأ امشي لخطواتك واحدة واحدة وبالراحة وحاول مرة واتنين واتلاتة مش مع اول خطأ في المسألة توقف عندها وما تكمل شكرا حاول مرة واتنين طول ما انت بتحل كويس ومسا تيجي معك صح هتاخد دافع تحل اللي بعدها واللي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته